السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساءكم سائل في موضوع حبيت أتكلم معكم فيه هو موضوع يعني قد طرحته قبل كذا لكن حاجة يعني مع الوقت مع الأيام بلت التفت له أكثر هو موضوع الناس اللي يعني يسوي عمريات التكميم ثم بعد كذا يجوا يشائعانه من مشاكل أخرى طبعا أنا قد خبرتكم قديما ما أظن كانت عندي سفرة وقتها والله ما دل كانت فين لهولندا يمكن وخبرتكم عن حالة جاتني مرة عمرها تقريبا في الثلاثينات في الثمانية وثلاثين كذا متزوجة كانت عندها أطفال وكذا مسكين بعد عملية التكميم صار عندها نقص شديد في الفيتامينات والنقص هذا في الفيتامينات سبب لها ضمور في الدماغ طبعا أنا كطبيب يعني أنا وانا جراح مخو عصاب وحياتي كلها مع العصاب لو أحد يقول لي أنه نقص الفيتامينات يسبب المشكلة ذي ما أصدق لكن لما رأيت بعيوني أشياء حقيقة يعني كانت بالنسبة لي كصدمة يعني أن الفيتامينات هل ممكن تأثر لهذه الدرجة نعم تأثر على العصاب لهذه الدرجة بشكل جدا كبير خاصة عند الناس اللي يسوا عمليات التكميم وعمليات قصة المعدة والأشياء اللي ينسر عندهم للأسف اهتمال أنا ما أتكلم عن العمليات هذه ليس لي علاقة كبيرة فيها ما أفهم فيها كثير ولكن الناس بدأت تفرط فيها وحقيقة بدأت أجد أنه كثير من الناس يتندم أنه سواها يعني أعطيكم مثال بسيط المرأة هذه للأسف صار عندها ضمور في الدماغ وأصبحت مثل الطفلة لكن قبل عدة أيام أجريت عملية لشاب رح أوريكم العملية هذه جاني الشاب عنده سقوط في القدم يعني شلل في الأقدام ليس في الرجلين في الأقدام والسبب أنه مسوي عملية تكميم ونقص عنده الفيتامينات بشكل جدا كبير فصار عنده شلل في الأقدام سقوط في الأقدام طبعا هو عنده مشكلة أيضا في الظهر يعني لو تشوفوا ظهره كيف صار بسبب تنقص وزنك لما ينقص بسرعة لا تتوقع أنه تنقص شحوم هذه كلها من عضلاتك وبالتالي هذا الشيء يأثر بشكل جدا كبير على صحة الإنسان بالكامل على نفسية وعلى أشياء كثيرة لكن يأثر على ظهره بشكل كبير جدا شوفوا الصورة هذه لظهر المريض شوفوا كيف ظهره يعني هذا ظهر شاب عمره 25 سنة وشوفوا كيف يعني هذه نتائجة الاستعجال دائما نحن نبغى كل شيء بسرعة أبغى أنحف بسرعة أبغى أسير غاني بسرعة يعني كل شيء نبغى زمن السرعة نبغى كل شيء بسهولة كذا ما نبغى نتعب عشان ننحف ما نبغى نتعب عشان كذا وبالتالي هذا الشيء للأسف نحن ندفع ثمنه ندفع ثمنه ولكن إنساء الله سبحانه وتعالى يعني يعني يشفي مرضى المسلمين وعافيهم أنا ما عندي تعليق على عمليات السمنة وكذا ليس من اختصاصي ولكن أنا الأشياء المهمة لأن حتى أوجهه للأطبة يا جماعة ثقفوا الناس ثقفوهم حرام أنك أنت تسوي عملية لشاب وما تقوله ترى إذا ما لتزمت بالرياضة وما لتزمت بالتغذية الصحية الكويسة ما لتزمت بالفتامينات ترى قد تخسر أشياء كثيرة جدا جدا قد تكون سمين ومبسوط ومتعافي ولكن نحيف مثل البلون المفشوشة كذا وكل شيء والله لما أنا لما أسوي العمليات حقا الناس اللي مسوين عمليات سمنة لما أسوي لهم عمليات في ظهرهم يعني عضلات وزي المرقة كذا عضلات وتحسها ما عضلات تحسها كأنه كذا عبارة عن مطاط كذا مطاط قاعدة إيش هذا أنا أسوي عمليات حتى الناس عمارهم في الثمانين ما وجدت عضلاتهم بالطريقة هذه شاب عمره 25 سنة عضلاته بالطريقة هذه لكن أسأل الله سبحانه وتعالى يشفي مرضى المسلمين عافيهم شوفوا العملية القادمة هذه وشوفوا هذه ترى جدا متكررة ولكن طبعا ما في خيار يعني الولد كمان يبغي يمشي بيتحرك ظهره مسكين تعبان جدا فلابد يجرى عملية جراحية لتدارك للأسف المشكلة حتى ما يفقد يعني يجيس طول وقته هذا وبعدك